اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه ده معنا اول فيديو في لكن دي مرحلة التالت. احنا اتكلمنا عالفلاشنج. اتكلمنا عالبارير والبفر. المرة دي هنتكلم عن نوع التالت خالص اللي هو قلنا ان هم بيبقى من بعد الميكانيكالسيل التاني ناحية الجو الا وهو اسمه الكوينش. طيب. يبقى ايه بقى الموضوع? الكوينش ده بيتعامل دايما مع ناحية الاتموسفير. هنا قولنا بنقسمهم ان في الميكانيكالسيل الاول الفلاشنج بتعامل مع البروسس نفسه. البفر والبارير ده بيبقى في النص. الكوينش بيبقى ناحية الجو خالص من بره. يعني انا ده اللي عيني ممكن تشوفه او ممكن احسه. طيب. اول نوع منه اللي هو الابي اي بلان رقم واحد وخمسين ده عبارة عن فتحة. آآ آآ بيبقى عندي جاي من تانك. عندي تانك بسحب منه سائل او غاز واعمل به كونش. طيب الواحد وستين دي فتحة ومقفولة. انت تستخدمها بعد كده زي ما انت عايز. الابنين وستين ده بعمل كونش لكن من مصدر خارجي مستمر. الخمسة وستين ايه? هو ان انا بجمع. خدت بالك اللي فاته دول كنا بنحط بنحط يعني كونش يعني انا بحط او بحط غاز بنفسي. لأ خمسة وستين ايه? انا بجمع التسريب اللي طالع من وعمل عليه يبقى عندي كده بجمعه وعمل عليه الارب وجمعه في تانك. الخمسة وستين بي هو بجمعه وعمل عليه الارب. نفس الفات بس فيه تكنية صغيرة هنعرفها في نقطة ما نجي تكلم عليه. ستة وستين ايه برضو بجمعه وبعمل عليه الارب لكن عن طريق خن بحاجة برضو هنعرفها وقتها. طيب ستة وستين بعمل خن بس مختلف عن ستة وستين ايه? يبقى نلخص اغلب بتاعت في الكونش اما ان انا بحط سائل او غاز بعد التاني ودي طريقة او ده اسلوب. الاسلوب التاني ان انا اجمع الليك اللي طالع ده التسريب اللي طالع ده اجمعه وبعد ما اجمعه احط حاجة تقول لي خد بالك التسريب ده بيزيد او بي ايه اللي بيحصل عندك? تمام. اول باول اول بلان خالص اللي هو الواحد وخمسين. تعال نشوف كده ايه الواحد وخمسين? هو بيستخدم دايما في المضخات الرأسية. وبيستخدم دايما مع المضخات اللي بيحصل فيها اه اه اتدفع سائل اه غاز مسال. طب بتاع نشوف كده هو عبارة عن ايه? هو يبقى انا اللي هحط. بنستخدمه ليه? عشان يمنع عملية الايسنج. ايه الايسنج? دايما الغازات المسالة لما اكتبه مضغوطة جوه البمب اول ما تيجي تتسرب وتطلع بره البمب. بيحصل لها عملية من ضغط عاجل ضغط منخافض. فبنسميها او خن. فالخن ايه ده ان يحصل عملية تجمد لزرات المية الموجودة في الجو. زي ما بيحصل عندنا تسريب من انبوبة البتاجاز. تلاقي بتسقع. ما يحصل عن تسريب من التكييف. تلاقي بيسقع. اي غاز مسال. بيعمل كده. بيبيع بسنا عملية ايسنج او تجمد. طب عايز امنع الموضوع ده. ليه امنعه? لان لو حصل ايسنج بالشكل ده زرات تلج حوالين العمود. ابقى معنا كده ان زرات تلج دي مع الوقت ممكن تتحول ايه? تتحول وكأنها زي رايش او زي قلم المخرطة فتاكل العمود. وتبقى سدت كمان بتزود احتكاك ما بين العمود وما بين الجلان. يبقى انا ايه الموضوع? انا بحط استارة من ناحية الجلان من بره قبل تسريب ما يطلع الجو على طول. اسمها بسائل بيسميه كوينش. ليه في الترمباط الرأسي زي ما شرحنا ليه? طيب اهو. اهو عبارة عن جاي من بره عادة على اورفس عشان هتحكم في الكمية وبعدين في اسمها معازل عشان لما حب اصاين دخل على الجلان وبعدين فيش سوفو بيخرج فين? او بيخرج جوه. او بيخرج على الهواء على طول برا. طيب تعالي نشوفه تاني. اهو. ادي مصدر خارجي جاي. داخل على خزان. طلع من الخزان دخل على اه اورفس. اورفس اللي قلنا اللي هو ايه? اه بلتة صغيرة كده. وابدقى فيها خرم خرم صغير جدا متعاير انه يعدي ضغط معين وكمية معينة. بعدين اهو. بعدين الاقي سمام عازل. بعدين الاقي بعدين دخل على الميكانيكالسيل. دخل فين في الميكانيكالسيل? دخل في الميكانيكالسيل فين. تحن ركز كده لو دي ترونب رأسية. يبقى من تحت في الامبيلر بعدين في الميكانيكالسيل الاولاني. يدخل هو بعد الميكانيكالسيل على طول ويطلع على الجاو. شايفينه ازاي? تاني. ويطلع على الجاو. يبا كده هيطلع على علي انا وانا واقف جنب المضخة بي. طيب. تعال نشوف شكله في الحقيقة. لو عندي اهو خزان اهو. جاي له مصدر. تغزية. هيخش جوه الخزان. بعدين يطلع من الخزان. يخش جوه الجيلاند بتاع البام. بعد الميكانية كالسيل من ناحية الجاو. بعدين يطلع من الجيلاند على الحوال. طيب احنا ملاحظين ايه هنا ان الخزان ده له مصدر دايما دايم هيمستمر ايوة اول كمية انا بدخل مش 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 بعمل سيركوليشن انا بمعملش اه مش دايرة مغلقة زي زمان زي البارير والبافر. لا دي دايرة متجددة ان انا برمي على الهوى. انا باخد ادخل عالجيلاند واطلع على الهوى فده معناي ان انا محناك مصدر مستمر. اه ان شاء الله نكمل الفيديو اللي جاي.